إلى حد كبير ويهدد استقلالية السلطة القضائية وزميل عصام معك كرماوي يتابع لنا الأحداث من هنا من لندن عصام تحية لك كيف تتفاعل هذه التظاهرات؟ ما وطأها على المشهد الإسرائيلي؟ يبدو اليوم في هذه اللحظات أن المعظم المتظاهرين هم في المطار لسبب ما توجه المتظاهرون بالمئات بل ربما بالألاف إلى منطقة المطار ودخلوا إلى القاعة الرئيسية في المطار واعتصموا هناك الشرطة تقول أنه من القانوني أمر قانوني لأن المطار يعتبر منطقة عامة ويحق للناس التجمع في المطار أخرون حاولوا الوصول إلى مبنى المحكمة للعليا وأيضا عدد من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى الكنيسة إذن هناك مظاهرات من شمال البلاد إلى جنوبها كلها تطالب بإلغاء الاقتراحات حول التعديلات القضائية التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إدخالها كما قلت توني هناك خشية من أن تقوض هذه التعديلات ما يصمى بالديمقراطية الإسرائيلية محكمة العدل العليا ينظر لها على أنها جسم مستقل عن الحكومة لكن نتنياهو قال أن هذا الجسم المستقل يعيق عمل الحكومة لذلك هو بادر بهذه التعديلات أو الاقتراح هذه التعديلات استطاع أن يمر بالقراءة الأولى هذه التعديلات في الكنيسة لكن هناك قراءتان ثانية وثالثة قبل أن تصبح قانون نافذ المعارضة تقول أنها ستتواصل معارضتها والتجمع في الشارع إلى أن تلغى هذه القرارات نهائيا ويبقى الحال على ما هو عليه متهمة نتنياهو بأنه تحول إلى ديكتاتور شكرا جزيلا لك زميري عصام عكرماوي مراسل بي بي سي نيزعب هنا في لندن أشكرك على المتابعة إلى الشارع السوداني للحيث أعربت قوان سياسي